تعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة في تبني التقنيات المتقدمة لخدمة المواطنين والمقيمين والجهات العامة والأعمال كونها تتابع خطوات متوصلة لتعزيز التحول الرقمي نعم مريم حيث شهدت المملكة تطورا كبيرا في تطبيق التقنيات الرقمية الجديدة وزيادة ملحوظة في استخدام التقنيات الحديثة والناشئة بالإضافة إلى توسيع نطاق مبادرات التحول الرقمي وفق على معايير الجودة المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد شكري قامت مملكة البحرين بجهود كبيرة في مجال التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية التكنولوجية خلال السنوات الأخيرة ووضعت استراتيجيات وخططا للنهوض بالاقتصاد الرقمي وتحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها مشاهدين دعونا نتطرق إلى الجوانب الرئيسية لجهود مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي ومنها البنية التحتية التكنولوجية حيث تم الاستثمار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مملكة البحرين بما في ذلك توسيع شبكات الاتصالات عالية السرعة وتوفير وصول شبكة الانترنت عالية السرعة للمواطنين والشركات التشريعات والسياسات تبنت مملكة البحرين تشريعات وسياسات تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار في القطاع التكنولوجي وتوفير بيئة تشجيعية للشركات التقنية الابتكار وريادة الأعمال حيث تم تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال في مملكة البحرين من خلال دعم الشركات الناشئة وتوفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر البشرية في مجال التكنولوجيا الخدمات الحكومية الرقمية حيث قامت مملكة البحرين بتطوير خدماتها الحكومية لتكون رقمية ومتاحة عبر الانترنت مما يسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إليها واستخدامها بكفاءة التعليم والتدريب تم التركيز على تطوير القوى العاملة المحلية في مجال التعليم والتدريب من خلال تعزيز التعليم التقني والتكنولوجيا في المدارس والجامعات بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية في مجال الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وتطوير تطبيقات الهاتف الذكي والذكاء الاصطناعية مشاهدين تعتبر هذه الجهود جزءا من رؤية مملكة البحرين 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتعزيز دور القطاع التكنولوجي في الاقتصاد الوطنية